أنا قلت لكم الحبل الممدود في وادي الصراط الذكر في وصفه أنه أدق من الشعر وأحر من الجمر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان الشوك اللي ينغرس ثم عياذا بالله يلفظ صاحبه في جو في النار شوك السعدان منهم من سيأتي كالبرق ومنهم من سيكون كالريح ومنهم من سيأتي كأجود الخيل الجياد ومنهم من يركض يعد عدوا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من ستزل قدمه عياذا بالله من كان ثابتا على الصراط صراط الطاعة في الدنيا ثبتت قدمه على الصراط بين النار إلى الجنة يوم القيامة ولكن فيه أمر محزن ومفرح المحزن لقاطع الأرحام تدلوا ليه الصراط اللي مضروب على جسر جهنم أو على متن جهنم قبل ما تدخله على اليمين الرحم وعلى اليسار الأمانة خاين الأمانة ولا قاطع الرحم الصراط يغضب عليه ألا يسير فوقه أشهد الله إلى أهل الله والله يا الربع يخوف عشان بنت عمت ولا بنت خالت ولا ابن عمك أو ابن خالك أو خالك أو عمك ولا ابن أخوك ولا ابنت أخوت أي قطيعة في الأرحام أما نخشى قبل أن ندخل الجسر لنصل إلى الجنة أن يأتي هذا الجسر فيغضب لله فتقف الرحم تقول لا يمشي إلا أن تزل قدمه إذا لأنه كان قاطعا مسألة مخيفة نحن لا نحكم على قاطع الرحم بالنار ما نحكم لكننا نخاف عليه والله نخاف عليه إنها كبيرة من أكبر الكبائر كيف عرفنا أنها من أكبر الكبائر لأن الله في كتابه لعن صاحبه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم يقرون قرآن عميان يسمعون المواعد صم وش السبب يا رب قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فيربع الصراط هذا بشركم للمؤمنين كالبرق اللهم لكن صحح قلبك قبل ما تسلك أنت لو بتطلع لك طلعة وسيارتك الكالبليتر خربان والبواجي خربانة وعزم السيارة ضعيف والكفرات بتطلع لك عقبه والله ما تطلع العقبه يا وي يا وي شو تقول تقولي والله موتر أني ينفقع مع جنبه